أكد كلام حضرتك في الجزئية ديت وهسيب حضرتك تكمل أن عملية التحضير للموسم من أهم مراحل التحضير على مستوى العالم يمكن يورجون كلوب كان عنده يمكن لقاء صاحفي وقال السنة اللي فاتت سبب نجاح وتفوق ليفر بول إيه فقال هو التحضير المبكر لصفقاتنا وخطاتنا في الملعب من بدر شوية وده اللي بيقوم بالنادي الأهلي جزء الثاني يعني طبعا أيد برضو حضرتك لأن في الفترات اللي فاتت يا صام وانت أكيد متابع جمياري النادي الأهلي بتقولك دايما النادي الأهلي طب انت بتبص ليه لرأس الحربة والخط الهجومي احنا محتاجين حد في الدفاع فوجود بدر بنون إضافة مع طبعا كل اللعيبة المميزين في خط دهر النادي الأهلي بيكم كمان انت عارف لعب ودي دجلة كمان بيقوم بدور الحضرتك بتتكلم عليه يقدر يبني من تحت فكلها دي باية حضرتك في الداية تماشى مع فكر موسيماني وسياسة النادي الأهلي بالزبط يتماشى مع سياسة النادي ويتماشى مع فكر المدير الفني اللي طبعا يعني أنا مرة قلت لحضرتك لو فاكر لو قدر مثلا لعصام شلطوت مش أقول لأي شخص وخلاص أنه يكون المدير الفني للنادي الأهلي فهو يعمل معاملة يورجين كلوب يعني له مطلق الصلاحيات صحيح ما عدا ألعبس بمستقبل النادي الأهلي يعني ما فيش حاجة اسمها يمشي هاني وعصام لكن لا يلعبه لا يلعبه بتاعته يعني السنة دي مش معايا السنة دي مش معايا ماتشي مش معايا ماتشي مش معايا وبالتالي الاختيار لما يتوافق مع اثنين مدربين فيلر ثم موسيماني كمان التركيبة الكروية الجديدة اللي بقى فيها مش بس الإشراف على الكرة وهي عادة النادي الأهلي ولجنة كرة لكن المرة دي كمان دخل فيها سنس وكأنك بتتعامل مع المدير الرياضي لكن مين بقى المدير الرياضي كابت خطيب كابت محسن صالح والمدير الفني يعني كمان مدير الرياضي يعني تريبل مدير الرياضي وبالتالي اختيارات ابدا ما فيهاش غير ما يحتاجه النادي حقيقة وبالتالي في ظل ظروف إصابات كثيرة جدا وكأن الخط ده في النادي الأهلي يعني التوفيق مش حبيبه شوية وجيه بدري بنون يحل الحكاية دي وهي احتياجات النادي الأهلي إن انت يبقى عندك في نفس المكان نجم ونجميد حط بقى بيكهم في نفس الزاوية وفرصة إن احنا نقول له جمهور النادي الأهلي ما تسمعش اللي بقولك الصفقة مهددة والصفقة متوقفة قد يعني تعي جيدا كأهلاو إن النادي الأهلي لا يعلن إلا حين الإعلان عن يعني الصورة اللي هي الصورة الرسمية لكن لا بيكهم خلاص بيكهم تقريبا بيركن عربيته عند النادي الأهلي وبالتالي لا كان موجود يعني الكثير من المدافعين لكن أن تختار مدافع نموذجي ده اللي كان أعتقد هدف النادي الأهلي في صفقة بدر بنون إن شاء الله يكون إضافة طبعا مع عودة سعد سمير مع حمود متولي ياسر إبراهيم عمان أشرف هتعود فكرة الفرقة الكبيرة التي تمتلك في كل مكان زي ما بنتفق أنا وحضراك دايما ما عندهاش بدلاء عندها رصيد في بنك الاحتراق صحيح صحيح